اشتركوا في القناة 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 بالرغم اللي النجم بعد ساعات نتخلف معاك في بعض الاراء يلزم هذا من حقي تصور معناها ما نتخلفوش معاك انا لأول مرة رأوا نواجه واحد كيف كنت اللي يخدم في خدمة سعية برشة انه يضحك في الناس من اصعب الخدم ومانيش عاربش نعمل هتوا نحاول نكون في المستوى باي ندخل معاك في لب الموضوع كيفاش يعيش يوسف الصديق مفكر وفيلسوف ومثقف في مرحلة كيف انهاك وضع متأزم جدا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا ايديولوجيا وزيد عليه صحيا اخويا برشة ألم كيما برشة توانسة نكذب كان نقول اللي عندي حلول ولا عندي أفاق تفاؤل الحقيقة هلا يمات التفاؤل ماهوش ماهوش في الموعد الحق كل مرة نحاول بايش ننشر شوية التفاؤل عند الناس ساعات نلقاه في نفسي نلقاه في صحة اللي لباس في أولادي اللي لباس في اللي حاولي الناس اللي حاولي اللباس اما الوضع العام بتاع البلاد الحقيقة مايبعثش على التفاعل ان شاء الله ان شاء الله معنا كان نقوله كلمة ان شاء الله شنو اللي مخوفكم أزمك أكثر حشك النقص في مسؤولية العباد اللي عطيناهم مقود بتاع بشيد بش حلونا المشاكل احنا ماناش اهل سلطة عمرنا ما فركزنا عليها نتصورك انتي زادة لكن اللي اعطيناهم السلطة وعننا ثيقة فيهم ما 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 كانوش ما همش في المستوى ما نش قاعدين نشوفوا اللي هم في المستوى شكونهم حسب كل 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 اللي هم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان اللي يعنينا تقصد قيس سعيد قيس سعيد راشد الغنوشي هشان مش ما نش قاعد نشوف اللي هم قاعدين يحسوا باللي احنا قاعد اللي احنا خايفين منه خايفين من مستقبل مادي اولا مالي ومادي خايفين من مستقبل صحي وخوف ياسر 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 معناها غدوة تلقى انسان تعز عليك في الشارع معناها ما عاش عنده الامكانية انه ينجأ من الموت بينما اللي عنده سرطان واللي عنده حشاك السلو اللي عنده برشا حاجات قاعد يأمل انه يبرع قبل عام والعام يأمل انه يبرع واذا كان توفى قولوا لغالب اذك اجله جاء ورب حبه الاخره الان خايفين من موت اخسارة موت ما ما حقوش يكون موجود ما حقوش يكون سرير ناقص ما حقوش يكون الجهاز متع التنفس ناقص ما حقوش يكون انسان هذا يوسف معناها كتحكي مش كان على بلادنا معناها الدول العظمى اليوم كما فرانسا وامريكا وغيره ووصلوا عندهم سرة ناقصين ووصلوا يبجلوا الزغير على الكبير في وقتها صارت الكورونا معناها ما ناقناش كان نحن مش وضع اذي معناها كالتولس لا 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 لكن انا عمري ما نفكر في الاخر ايش قاعد يعمل واش قاعد ما يعملش نفكر في وضعي انا الي هو ممكن ان تكون الدنيا خير ممكن ان يكون الوضع خير كان يكون ممكن ممكن لو كان الناس ما تلهاوش بالكيد لبعضهم ما تلهوش بهذاك نحيه هذاك ما حاشتش بهه هذاك عنده شبهات هذاك فيه لاخره تلهو بالبلاد خير معنا تلهو بالبلاد اليومية العادية اللي في فرنسا نعرف فرنسا مليح لأني مقيم فيها ما نعرفش إيطاليا وإسبانيا وكل تحس باللي السلطة قريبة للإنسان تقول اللي عايش عنده أنا مقيم في فرنسا اللي عايش في بلاده اللي هو رئيس الجمهورية فرنسية كيف يجي قولك أخويا أنا الطلبة عندهم مشاكل متاع وجودية معناها مشاكل متاع إحساس وجودي شنو يا أخي هاو بش نعمدهنا محاجم بقى نرو يفطر وبقى نرو يتعشى مثلا أنا ما سمعتهاش في تونس فهمتك ما سمعتهاش في تونس بيش بس لك سؤال اليوم كيفاش تفسر اليوم العملية دي متاع التخريب والتكسير والشباب اللي يفاض كيفاش تفسرها لي أولا نسعى نتصور اللي مبالغ فيه معناها حطوها هي الفوق بينما هي ثانوية بالنسبة للإحساس اللي خلى الناس تخرج ومنهم مية في المية نسبة ضائلة كان مش نسبة ضائلة رانا تهلكنا كان جاءوا هما هما الأغلبية اللي كسروا واحدة كله رأي البلاد تكسرت مرة واحدة يعني أحنا طلعنا النسبة الضائلة اللي هي مجرمين وبندية وضيعين معناها مرة واحدة معناها قانونيا وأخلاقيا وكل طلعناها على الناس اللي هما أكثر مية في المية نسبة أكثر متاحهم اللي هما ناس ما عادش عندهم أفق تيه هذية عنا سنين أحنا والناس تمشي تعرف اللي عندها تسعين في المية ولا تسعة وتسعين في المية باش تموت في البحر تمشي تموت تمشي تموت باش تفضل الأفق متع الموت هذية على الموت البلدي اللي هنا البلد على البلد هنا يعني هذية التوما فكرناش فيه ملقناش الوقت لنلقاوله حلول معاينة حل من نوع هذية من نوع أنت طالب وانت تسكن في عند الفرشيش ولا عند ماجر ولا عند المثاليث وفي جابس والآخرين كيفاش تعمل باش يبدأ عندك أمل في بلادك هذي مثلا كما المثالة تقولك أنا وإخو ياسم هوا باش نعطيوكم النقل معاين هوا باش نعطيوكم أنك تاكلوا تاكلوا في كروشكم بطريقة معاينة هذي كان ممكن في تونس ولتوى ولتوى نتصور ما فكرناش فيه أسك اليوم المسؤولين الذوم الكبار يبدأ عندهم ناس كيفك أنت مفكرين وفلسفة وعندهم نوع من الحلول الصغيرة هذية سان بريتنسيون مكش أنت اليوم عندك الحال زي ما باش تمنع البلاد عندك حلول صغيرة ينجموا يفكروا معاين يتصلوا بكم يحكيوا معاكم يأخذوا رأيكم هذة كما يقولوا الكلمة اللي ما نحبهاش برشا بربط الفرس ها أنا مربط الفرس كيف نسمع مثلا واحد كما طبوبي مثلا اللي هو حاسب روحه قعدة ليمات ويظهر اللي هو يحب يعمل حاجة حيواره ما حيواره الاخرية كأن الحب يقول اللي يحب يجيني بأفكار يجينا مهلا بس نجيك أنتي عيطلي أنا ما نجيكش خاطر كان بش نجيك راني طالب كرسي موليد ساسي موليد لا طالب كرسي معناه وذي كان طالب كرسي هذة من الأشياء اللي خليني ما ناخذكش ما ناخذكش أما أنتي تسمع بواحد اللي هو قاعد يقول رايا بلاد ولا يعطني راو كذا راو عندي كفاءة معينة راو كذا يستحيل بش نجيك على خاطر كنجيك نولي ندلل نولي نعطي الحجة اللي أنا طالب موقع ما نيش طالب موقع طالب بلادي تخرج ولذا أنتي يا طبوبي ولا يا قيس عيد ولا حاجة أنتي تعمل تليفون وتجيبني أنا نعرف على الأقل تسعين واحد في جميع الميادين في جميع الميادين الانفورماتيك الاقتصاد إلى آخره يستحيل بش يمشي ويقولوا أنا إنسان باهي سميوني بش نعاونكم يستحيل اليوم شنو العائق ليخلي اليوم سياسي تونسي ما يستعينش بالمفكر ما يستعينش بالانتربولوجي ما يستعينش لأنه بالمثقف لأنه ها شفنا كل رئيس مكان الرؤساء الكبار بتاع فرنسا أو ألمانيا أو عالب عنده مفكر صاحبه عنده فيلسوف عنده شكون ينسحه عنده شكون يخليله يعمل معاه اللينك ذاك القنترا البون بينه بين المجتمع اللي هو مش فاهمه بينه بين الفنانين بينه بين المفكرين الأخرين يمكن السؤال المركزي هذا يمكن السؤال اللي سألته توا وماذا بيا يستحضروه الناس كما سألته هو هو السؤال الكبير اللي خلينا ما نعملوش هكا هو أنه إنسان يحب شكون يقوله أنت به يحب يقوله اللي أنت عارفي اللي يحب أنا لا أنا بالنسبة لي لحد الآن حتى واحد ما فهم من الكبيرية متاعنا حتى الموظفين الإدارة العامة إلى آخرين حابش يفهم اللي إذا كم الشيخ إنسان يعاون ومستشار ولا حاجة يزب يكون خير منه في الميدان هذك يزب يكون خير منه ويستعرف بليه خير منه أما السيدة هذي توقع بناتهم كونتراتو أنا ما نحبش ناخذك بوقعتك نحب ننصحك نحب نقولك يا ولدي في الميدان المالية في ميدان التعليم في ميدان الصحة راو هذا ما يجيش وعندي صحة الرقعة بيش أنت رئيس أنت رئيس نقولك ليه راك غالط راك غالط ما هذي يا راو ما يجيش وهذي معناش معناش إحنا في تراه نسمي اللي جي نسمي جاكا تالي في البنوك ولا حاجة بالنسبة للميتران وبالنسبة للساسة الفرنسيين واضح اللي هو ما استشاره إلا مستعرف بللي هو خير منه أنا نعم إذي كمشي عايطلي إنسان مش قوله بيش تعايطلي على خاطر خير منك ولا مش لازم إذا كان خير منك مش هو نور زادذية هو يعايطلي خاطر كتايز بيش تحس روحك خير منه في الميدان هذي كمانا ما عايطلي هاني خليني نعيش على روحي ونكل الخبز وكل هل اليوم فما تحقير وعدم اعتراف بالمثقف بالفنان بالمفكر بالكاتب في تونس هذا هو الأهم الكبير احنا بالنسبة احنا معناش معناش روح الفكر اللي تخلي الإنسان اخويا سيد قيس سعيد مع كل احترامي وتقديسي لموقعه ونقول كلمة التقديسي الموقع التقديس أنه قايد البلاد ها اخي ما تعرفش برش حاجة وإذا كان بش تستعمل إنسان بش يعاونك في البلاد هذية يلزم يكون في الميدان اللي أنت اخترته يلزم يكون خير منك ويلزم تسمع كلامه ويلزم أنا بش نعطي مثال أنا صغير بكل عمري 29 سنة قبلت حبيب بورجي الله يا رحمه وشاد الأقليبي قال يلزمك كذا ويلزمك كذا يلزمك تعمل كأنه قدام الخليفة هنور رشيد يلزمك تعمل ما تطبص عينيك وإذا كان نضحك هو ما تضحكش أنتي وندر شو هو وكل أعطاني عشرة ولا خمسة عشان قاعدة لكلهم خلفتهم وتعدت بالجداء تغسوا عليك بورجيبة ما تغسش عليه بالعكس قلنا نضحكوا مع وعظنا ولينا نحكيه ولينا كذا وفي وقت من لو قات قلت له سكرت المسجلة قلت له بطلت قال لي شو ما بطلت وفات الأسلة قلت له فات شاد القليبي قال لي وفات الأسلة يا أخي تغسش على شاد القليبي قالوا كيفاش أنا أنا لحبيب بورجيبة نقول السؤال ذاك يلزم نجاوب عليه ولا ما يجاوبش كيفاش تقول له ما تسأل السؤال وعدت ساعة غير ربع وتنشرت كيفاش نفسره لي جات فترة سرتو فترة بورجيبة وزراء مثقفين بورجيبة مثقف نعم كان همهم كما همهم على الاقتصاد وهمهم على التعليم وهمهم على الصحة كان من أهم الحاجات الفكر عندهم والثقافة والفات نعم كيفاش تفسر اللي اليوم هذا الكلو مش موجود كيفاش تفسر وقتا كانوا فهموا وزراء يكتبوا حتى في مجلة الفكر وزراء بورجيبة نعم كان عنه زير يكتب كل جمعة جمعتين مجلة اللي هو نقرونه الفكر فكر كيفاش تفسر اليوم عنه وزراء ورؤساء ما يعرفوش حتى يتكلموا يقرم الورقة ويهاجم يا ولدي هذيك هو المشكل الكبير يجب انفقوا بيه راهو يجب انفقوا بيه ومن علاش تكوني ناجمي قرر انه هذي كارثة وهذه يجب ان تقف يجب ان تقف راهو نأكد لك اللي أنا حولي ناس اللي كل ما نفكر في المالية ولا نفكر في الوضع الصحي والحاجة نتفكرهم أما هذو ما كيفا نعاود نقول لك يستحيل بشي دقوا الباب على مؤسة ويقولهم سميونا يستحيل ووحنا قاعدين على ناس يستناو بشي سميم ولا على قل يمثلوا ويعملوا كيد ويعملوا مكر ويعملوا كذا بشي مشوا لك البقعة هذيك رغم اللي كيما توق قاعدين عايشينه رغم اللي عندهم كسارونات كيما يقول كيفاش عندي كسارونات ونقول بربي سميم ووزير صحة ولا كذا هذي من قلة الكفاءات في تونس راهو عنا كفاءات ياسر خرق العالم بكي قلت عنا كفاءات نعرج على كلمك طولمنا على التبقى السياسية والتبقى اللي ما هاش قاعدة تتعامل التعامل اللي لازم مع المثقف ومع النخبة ومعه 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 واضح حكينا فيه لكن زادة ثم لوم كبير وخطاب واللي أنا زادة مستأ شوية النخبة التونسية اليوم النخبة بجميع ما في قفص الاتهام ان هي في قطيعة مع الشعب هي مش فيه اهتماماتها بعيدة يسر على الواقع على خطر منظومة الحكم طردت الفكر طردت الفكر موضوع بالنسبة لي تاو واحد كما رشد الغنوش درست نواياه في قروان معنا زميل بداياته كان زميل يقرر فيه المنصورة وأنا نقرر في المنصورة لكن أنا نقرر فيه مادة أكثر منه برشا هو يقرر في ثلاثة سوياع وقتها وأنا نقرر فيه سبعة أو ثمانية سوياع فلسفة عامة وقتها الفكر كان موجود توا الأهم شي عند المسؤول هو طرد الفكر طرد الإنسان اللي كيف نتكلم أنا وياك توا يعي ما يقول كله رقم في اثنية غالطة رقم في اثنية غالطة رقم في اثنية غالطة بالنسبة لي نحنا قاعدين عايشين على ناس كيفاش تحاول تطرد تحاول تهمش لكن بقي ترمي في اللوم على السياسيين وما تون معناها مي با هكا ان كيسيون الطبقة المثقفة الطبقة المثقفة النخبة ماهيش موجودة ماهيش موجودة ماهيش حاضرة ماهيش مدعوة ماهيش موجودة عن الانسان اكزيستو با لا 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 ماهيش مدعوة معابيين نحن معابيين بالنس اللي حتى قاعدين ينيروا البر خلينا نتعديه الموضوع اخر من الافكار اللي يدفع عليها اليوم يوسف صديق وتسبع عليها وتلام عليها وفما ناس زاد عجبتهم وفما ناس قلقتهم على الاخر انه اليوم يقول يمكن قراءة معناها انه النص الديني اليوم متحرك ويمكن قراءته حسب الزمان والمكان وحسب التطور ويجب لعبات تتعامل معه اوترمو ماناش في عهد قبل طبعا 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 انا انا النزه نزه اللي اخلق ملياردوات من الكواكب والمجرات النزه على ان يربط مجتمع معين سواء المجتمع متعيانة ولا المجتمع القديم تعم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم النزه على ان يربطني الى يوم يبعثون بوضع المرأة وقتها ما هو هو الان حتى حتى ما بيجاوبنا عليها الان تلقى في القرآن اشياء اللي تعلمك التصرف الرحيم في العبودية هكا ولاه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء العبد رد بالك منه راه انسان الى اخيره تم حديث ياسر يعجبني انا متع عبدالرحمن بن عوف الصحابي المباشر بالجنة يسمع وراه يضرب في العبد متعه بالكف ويسمع وراه صوت قال له يا عبدالرحمن الوجه حرام متضربش العاب انسان متضربش على وجه مهما كان ولو عبد متاعك الحديث هدايا ياسر يعجبني فالتفت فايذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني عتقته متفجع من الكلمة الوجه حرام عتقه هدايا مزال وقتها عنا عبودية مزال ولا حاجة هاكا موجودة في القرآن هاكا موجودة في القرآن تصرف العبودية هاو ايش معناها انتي هاو تخلصنا منها علاش ما نتخلصش بوضع المرأة علاش ما نتخلصش من وضع الاقتصاد علاش ما نتخلصش منه الاشياء هذي كل توسط الصور فما تعرف انتي فما نصوص قواعد وفما نصوص زيت الحادثات معينة وفما نصوص ربي ختم بيهم ووقت معين وفما نصوص ثاواء بتمثلانان ما نجيوش اليوم نجيونا لناقش توحيد توحيد لا خنكملك توحيد ما نجيوش اليوم نجيوه نقولوه الدنيا تistling والإنسان ما عاش عندو وقت ناقصه ول ايو تلاثة سلوات مش خمسة خلهو معظم لا بكم سماحني خانكمل ماش خمسة خانكملك 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 مثلا نجموش اليوم نجيو نقولو رمضان رمضان يزي منه تمع مثلا نعملو نهار بعد نهار تقوش نار فما حاجات سمعني مثلا جموش نقولوا آية يزيم الصدقة ولا من الزاكاة فما ركاة زمالة ليقاش فيها وفما حاجات نجتهدوا فيها مثلا الرسول عليه السلام جاء واحد من السحابة بشيبعثوا لبلاد وطناش بصح حالي أكثر مني بشيبعثوا لبلاد معينة يمشي يحكم قالوا مش مش تحكم معاذب من جبل صحي قالوا بالقرآن وقالوا كي ملقيتش في القرآن قالوا بالسنة الله ورسول وقالوا كي ملقيتش في الصندر قالوا بالإجتهاد قالوا تهني تعليك معناها الإجتهاد قالوا أعمل رأيي ولا أبالي فربط على صدره وقالوا أحكم على روحك معناها موافقين لكن انتي بش العباد ما تفهمش بالغالط وتقعد تسيب فيك لأني أنا تعرف لي ما نحبش نورة تزيف توسحنا أكثر لأنه فما حاجات بيتتر مش القرآن غالط ما قل شكره لغالط صحي لا موسيدا ماولي يستنى فيك في الدورة يوسف ينجم يفهمك على أساس أنتي شككت في القرآن وشككت في النص وشككت في غير صحيح كلامي ولا غالط لا أنا أعتبر الشك مش حاجة خايب ألا سيدنا إبراهيم شك وقالوا أريني كيف تعوي الموتى قالوا أولم تؤمن قالوا بلا ولكن ليتما أنا قلبي معناها الشك مش خايب الشك إذا كان يخلي الإنسان يمشي للطبيب ويقول آه اكتشف لي مرض معين ويزي من ندوي قبل هذا يعمل المزي على روح بالنسبة بش نرجع الوحدة متاعك مثلا في القوانين أنا منيش دكوردو على أن قانون نص الرجال وقوامونا عن النساء تو ما زال عنده معنى قانوني عنده معنى تلاوة رأني منقولش تبديل النص هو رأو هو رأو كيتاخوه كيتاخوه النص براب استنعي منقولش استغناء عن النص لا النص يمن أليف لا من الفاتحة حتى للناس يقعد هو بيده نص مقدس في التقوص بتاعنا لكن فيه أشياء اللي تبقى في التلاوة وتنزع عن القوانين كل النصوص الدينية كل ما يتقدم الزمان كل ما تسحب من التشاريع أشياء خاطر يتقدم المجتمع مجتمع قبلي كما قريش اللي نزل فيها القرآن كما توا والعولة والواحد كل ما يبقى إلا روح الدين روح الدين هي التلاوة وروح الدين لأ توا أنت كانت تقول لي زادا معاش السرقة معا السحرام زادا يا ولدي لا لا والزناء مش حرام والجريمة مش حرام والجريمة مش حرام والكذب مش حرام والنفاع مش حرام ما هذا لا يد في العبدالله هذا أنا مش أحكي لك أنا هذا طوا فما مفهوم بسيط ليتفرش فيك كي تقول القرآن يولي يصلح كان للتلاوة معناها اليوم القرآن ما قلتش القرآن يصلح للتلاوة رو عب عليك رو قلت القرآن فيه أشياء ستصبح في التلاوة فقط وأشياء ثابتة اللي هي التوحيد اللي هي بالنسبة للي همني أنا مش باللي هم الميتافيزيقة والمرائيات وربي واحد للآخيري لا بالنسبة لي أنا شبقى حاجة واحدة حاجة واحدة مش تبقى هي الإنسان كلمة الإنسان في القرآن كلمة الإنسان في القرآن ما فيهاش وصف ما فيهاش مؤنث ومذكر هكا ولا وهي اللي تعبي القرآن في آفاقه الأخيرة الأفق الأخير هو الأفق الإنسان الآن يجيشي منه يجيشي منه أنت قاعد مع وزير خارجية ولا مع زميلة سيدي كيف كنت يمتهن التمثيل اللي هو من قبيلة في أفريقيا وثنية يجيشي منه تقول أنت وثني ومشرك ويزمن حاربك ويزمن أقتلوهن حيثما ثقبتموهم حيثما وجدتموهم يجيشي منه لا ما يجيش لكن زادك أننا نحسر القرآن قال القرآن قالك إذا المشركين هذوه نحكي شوف في ظروف معينة لكن ربي زاد ورأ في القرآن وفهمنا قالي نحن ربي كلمة طوليرانس بالعربي شنين متسامح متسامحين قالك لكم دينكم وليا دين هكا ولي قالك نشي خط ديك لأ موجودة لأ قرآن بالنسبة لي لكم دينك وما نبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لأ ترشوه هو الدين عند الله الإسلام الدين وعند الله الإسلام معناها سيدنا إبراهيم لجي به إسلام وموسى لجي به إسلام وISيدنا عيسى لجي به إسلام وربي ما قال لنجب تلكم دين جديد قال وليوم أتممت لكم دينك وش معناها أتممت لكم دينك معناها هذا كل دين هو تتموا ما قال لنجب تلكم دين جديد هذا حسب مفهومي البسيط وربي أن نعطي للتوليرانس التسامح جاءوا اليهود لسيدنا محمد وأنت أدرى بهذا قالوا له آية ما قولك يا سيد محمد هنلقوا نحن هكا الديل نلقوا حل نهار أنت تعبد دين نهار نعبدو دينك قالهم لم يعطني شيء من ذلك يا أخي قالهم لكم دينكم وليا دين لا أعبدو ما تعبدون أنتم عابدون ما أحط أنتم ما كمش تعملوها هذا التوليرانس أعبد على روحك لا لا ما تحاربنيش وقتاش هو وقتاش مثلا ديننا يقول لك وقتل فلان يحاربك ما ما قلقش امشي الكافر الفلاني هو قاعد توا في السوياد ولا قاعد في فرنسا على روحه نمشي نقتلو خاطره مش مسلم وإلا من قبلوش لأنه النص موجود تيه النص قتلك لفئة معينة وقتها قاعدين يحاربوا في فرنسا ها وقتها ها قلت كلمة وقتها معاك في نصوص معينين نه وقتها وقتي توا ايخي ربي عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر ايش به وقت سايز جيل الواحد من قريش سيدة محمد قالوا يا سيدة محمد رسول كله عمله يا محمد هو ما يمنش به بالقداية وقتها حاب يحطه تقول انتي انتي في كل تي قالوا نازل رسول كله جاءوا بمعجزات من عيسى اعتينا معجزة تلب ربي تشقت القمر ايه هذي شق القمر فلما رأوا هذا قالوا سحرا مستمر معناها رأى القمر اتشقت لكن في قلبه مريض مريض قالوا سحر معناها تحب ولا تكر هذا كله رأوا مش فقران مانيش معترف بي هذا كله تفسير هذا كله تفسير ومانيش موافقة ما يزموا يتفسر القرآن لا 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 مفسرين يفسرون اقتربت الساعة وانشق القمر ما عنده حتى دخل بهذا تعرف حكاية اسباب النزول رأي اشياء يزمها تراجع يزمها تراجع واسباب النزول والناس يكون منسوخ وكل يزمها تراجع رأوا عنا علوم دينية أكل عليها دهر وشرب منذ ألف سنة الناس ما هيش قاعد تفهمش قاعد يقول القرآن فما زادة علماء وفما مفكرين وفما فلاسفل وقاعدين يشتهدون وقاعدين زادة يأتيوا في أفكار جديدة نايرة الانسان ما يقراش الانسان ما يطلعش عايشك في الفيزي عايشك في الفيزي ألاف السنين قاعدين يعيشوا على حاجة يا أخي جاي قال إليه قال لا مش صحيح قتلوا قتلوا ولذا تقول لي رأوا القرطبي ولا القطبري قالوا 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 أنا منش مقيد بهم منش مقيد بهم حقك أي لا ويلزمنا يلزمنا أن ننساوهم على خاطر كانوا ناس أولا جاهلين أنه اللغة العربية عندها عندها شجارة عندها جاية من الأرامية جاية من السريانية كذا أحدث لغة في لغات السمية وجاء بها القرآن هم يقولوا آدم والجنة يتحدثوا كم بالعربية تو هذا كلام تو هذا كلام لغة جات كي لغة كل كي ما جات السجرة كي ما جات الواحدة وكل كي ما جات الواحدة أحنا يزمنا نغير تماما نظرتنا لها النص هذا وبدأت المعتزلة ببدأت قرن السابعة الثامن ببدأت تفكر فيها قمعت شقالت المعتزلة قلت أشياء توا كانت تقولها وأنا وأنا هاو بش نقولها توا أما تسمها كفر رغم اللي ناس أتقيا التهموك بالكفر تهموك بهم الكل صارت عليك حملات تهديدات بالقتل أصل ربي يعلم ربي يعلم أنا منش قاعد نفخر لأنا مؤمن ومش مؤمن قاعد عندي أفكار معينة نحب مجتمع متاعي نحب ثقافتي نحب ديني نحب دين بابا ودين أهلي ودين مالية لكن نحبه يكون واعي ونحبه يكون ذكي مش مش الدين ذكي المواطن تعرفش قاعدين نعمل مش قاعدين نعمل الناس اللي جاي بالمنطقة اللي قاعد تقول لي بيه قاعدين نعمل بالضبط كما الكفار اللي لم عليهم ربي إنه وجدنا أباءنا على هذا أحنا يا أخويا خلينا رايزين وجدنا أباءنا على هذا لا هو القرآن يشجعك أنه وكلمة ياسرخ شين أنت علي من أبي طالب نعلمش صحيحة ولا ما في ناج البلاغة اللي ترجمته أنا إلى الفرنسية يقول لا تربوا أولادكم على عاداتكم فلقد خلقوا لزمن غير زمان محلها شو محلها لا تربوا أولادكم على عاداتكم بي سيدي كي كمنا حديثنا نويهك على أموات فهمنا في حاجة في الأخير سيوسف الحديث معاك شيق وديما ناقص وبتاتر سيوسف يزمك إنسان متمكن أكثر مني وأحلى مني ومثقف أكثر مني بش ينجم يناقشك أنا ما ناقشتكش حاولت جوست نفهمك شوية لا نفهمه معنا نخليلك كلمة الختام كلمة الختام شوف بنرجعو للوضع السياسي بتاعنا وكل نحب الساسة بتاعنا وأولي الأمر كما يقول القرآن أولي الأمر نحب ويفهموا حاجة يفهموا هال النكتة بين الضفرين اللي بش نحكيها توا في آخر وقت اللي عدتهوا لي جاء واحد عادي كيف يا أنا كيف كنت جاء للملك قال له يا جلالة الملك أي شيء هو أقوى وأغنى وأكبر من الملك فقال له لا شيء قالوا إني أنا ذلك اللا شيء حلوة حلوة وتجم تقراها قراءات عديدة ومتعددة أنا ها كل شيء هذاك أنا بالنسبة لي إفهموا اللي الزخم المجتمعات هو الناس اللي لا تدعي أنها عندها موقع معين ولازم تشد فيه إلى يوم يبعثون ما كانش تحرم على الأخرين أن يتقدموا إلى قيادة البلد شكراً ليوسف صديق نورتنا هكذا تكون عبدالي الشو تايم أوه فات موعدنا الخميس أجي إن شاء الله ونخليكم معا العودة العودة يلا دارا عدي ومالجلب فكتي داري وش مدرتي وجدي مشيدي فيها لا تحكيلي وقتش كيلي رهباين وقتلي يا باين لا تحكيلي لا 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 تشكيلي رهباين وقتلي 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 ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت احفرتي حفراء وليو ما تحكي فيها يلا دا بعدين ومالجلب فتي داري وش مدرتي ومشيتي بديدي فيها اه 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 موسيقى 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 لا تسكين وانا تسكين رهابان اوى موسيقى موسيقى قلت احفرتي حفرة لي وما طرحت فيها يلا دا ما عطيه ومالقلب فديه داري وش مودرتي ومشيتي بشيتي فيها نور العظيم واحد بس نفيش غير